رسايل رحمته حواليك تبعها وخد قبل منها وغلطيت اللي كان قابليك دي ذكرات استخداميك طول ما لسه الروح في جسمك طول ما قلبك لسه حي فانت عندك لسه فرصة تبقى احسن في اللي الجيد في الحياة من يوم ميلادنا واحنا اطفال في الصغر من ساعتها اليوم وفاتنا كل يوم بنشق عبار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من 6 شهور اتصل بي صديق قديم رجل اعمال عربي اعرفه مما يخرج من 16 او 17 سنة اخ فاضل جدا ومتدين جدا ولو جهود كبيرة في دعم الدعوة في الغرب والشرق وفي افريقيا اتصل بي وقال لي انا في لندن لمدة كم يوم بس عشان بنجوز بنتي وبنشترها حاجات لجهازها وكده نفسي اشوفك قلت له طبعا واتفقنا نتغدى تاني يوم وكان بقالي على الاقل مثلا 8 سنوات ما شفتوش اتقابلنا وقعدنا نتغدى واذا بيه يفاجئني ويقول لي انا سعيد جدا انك تلاقي تفاهم مسألة الانجذاب لنفس الجنس دي قلت له انت تفرقت على الحلقة 29 من ذكرى وعبرة الموسم الثاني اللي اسمها الشذوذ بين الميول والممارسة خلونا نوقف الكلام عن صاحبي دلوقتي وفكركم ان السنة قبل اللي فاتت عملت حلقة حلقة ذكرى وعبرة كان اسمها اللي هي الموسم الثاني الشذوذ بين الميول والممارسة وضحت فيها الفرق بين من يشعر بالsame sex attraction او الانجذاب لنفس الجنس وبين من يمارس هذا الفعل المحرم بالتأكيد ووضحت ان هناك فئة من الناس لديهم مشاعر الانجذاب لنفس الجنس او ما يسمى بالمشاعر المثلية وهم لا يمارسون ولا يستسلمون لهذه المشاعر وبالتأكيد لم يختاروها ولا هم ما عايزنها اصلا ويودوا التخلص منها بل وكثير منهم جدا متدينين جدا وبعضهم انشأ كيانا لتواجد على الانترنت يحذر اي مسلم اي شاب مسلم يشعر بهذه المشاعر من الاستسلام للخطاب السائد في الاعلام قلت على الجروب اللي اسمه straight struggle وان الشخص المسلم اللي يشعر بهذه المشاعر مش لازم يستسلم للخطاب اللي في الاعلام اللي احنا بنسميه الجاي ناراتيف او خطاب الالجي بي تي اللي بيقول لمن يشعر بالانجذاب لنفس الجمس انت كده تمام اقبل نفسك لا تحاور تغيير نفسك لان العلاج طرقه غير اخلاقية وغير ناجح وبيسبب الاكتئاب اللي بيأدي للانتحار واقبل نفسك كده وروح يلا مارس الشزوس طبعا هم مش بيسموه شزوس دلوقتي بقى اسمه مثلي بالفعل دخلت الجروب ده من حوالي 3 سنين بتاعهم على الانترنت لمراقبة ما يحدث وازاي بيتكلموا مع الشباب الجدد وبينصحوهم قبل ان يقعوا في ارتكاب المحرمات نرجع بقى لصديقي رجل الاعمال اللي انا قابلته عشان نتغدى في لندن من 6 شهور لما قال لي انا سعيد انك تدعت فهم المسألة الانجذاب لنفس الجنس دي فانا افتكرتوا بيتكلم عن الحلقة انه اتفرج عليها قال لي لا مش بتكلم عن الحلقة انا شفت الحلقة انا ادهم قلوا ادهم مين قال لي ادهم اللي على الجروب خليني اصار حق انا والدي كان اب سيء للأسف وكان بيشرب الخمش وبيسيء معاملتنا فتربت عندي عقدة الاب الفاسد وهذا سبب ظهور السيم سيكس اتراكشن عندي عشان تبقوا عارفين عقدة الاب الفاسد ممكن تسبب الحاد او شزوز او الاتنين وقال لي اصبحت انجذب للذكور بدلا من الاناث لكني مسكدتش على المسألة دي وقررت اني اغير نفسي وربنا قال ان الله لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وسفرت وتعالكت هو قال لي تعالكت ده تعبيره هو قلت له عملت ايه قال لي حضرت مع ريتشارد وايلر وده امريكي عنده مؤسسة اسمها براذرز رود طريق الاخوة بيعمله مخيم مدته يومين في ويك اند اسمه مخيم اسمه the journey to manhood السير نحو الرجولة او الرحلة نحو الرجولة ثم بعد ذلك راح لدكتور اسمه جون نيكولوزي ده اعظم من عمل في هذا المجال ومات من عدة سنوات للأسف لكنه ترك تلاميذ لانه كان عملاق في الموضوع ده موضوع ما يسمى بالعلاج same sex attraction صاحبي قال لي انا جاهدت نفسي واخدت بالاسباب واصبح الموضوع عندي تحت السيطرة الحمد لله وبعدها اتجوزت وانجبت وتاني حد من عيالي بجوزه دلوقتي والحمد لله قصة نجاح ما فيش شك واللي بيشيعوه الجيلو بان العلاج فاشل ومش بيجيب نتيجة ده مش صحيح انا شفت حالات كتير نجحت اطلعت على اللي بيعملوه الاديان الاخرى فوجدتهم متقدمين جدا في التعامل مع الموضوع ده لانه مش تبوه عندهم مش موضوع ممنوع النقاش فيه انا عشان اعمل الحلقة بتاعت الموسم التاني في ذكرى وعبرة خليتها الحلقة رقم 29 عشان مش ضامن الهجوم اللي هيحصل عليها هيبقى عامل ازاي من الناس اللي مش هتفهم انا بقول ايه كذلك الحلقة دي انا مخليها الحلقة رقم 28 لنافس السبب فقلت خليها في الاخر برضو ايه عشان ايه نعني نفس الكلام الجروب بتاع المسلمين ما عندوش متحدث رسمي مثلا لان معظمهم حتى اللي تعالج منهم مخبين على اهلهم المورمون والبروتستانت وكده عندهم مجموعات دعم ضخمة وبيظهروا في الاعلام وبيتكلموا وساعدوا ناس كتير في التغلب على هذه المشاعر الغير مرغوب فيها في فيديو على اليوتيوب عاملينه المورمونز اسمه my husband is not gay اه يعني زوجي ليس جاي شازن المهم المهتم بالمسألة دي يتفرج على الفيديو ده كل واحد من اللي عندهم ال SSA same sex attraction طالع مع زوجته واولاده وبيكلم عادي جدا ازاي يعني عمل يعني رحلته كانت ازاي وتعالج من المشكلة دي ازاي والموزيعة بتقول لي واحد منهم طب انت لو شفت راجل شكله ملفت للنظر ما بتشعرش خالص بالانجزاب يعني قال لها مش دايما انا استطعت السيطرة على هذه المشاعر وتعلمت ازاي اسيطر عليها واكتمها لكن انا لو شفت الدوناتز ونفسي هفتني اني اكل دوناتز مش هكلها طالما اني عارف انها مضرة بي الموضوع بسيط جدا انما المجتمع المسلم لانه مش فاهم المسألة ومش بيعرف فيه فرق بين اللي بيمارس الحرام واللي مش بيمارس الحرام لكن عنده بس مشاعر ملوش زنب فيها وان دي ناس مبتلا بهذا الامر وبيضطروا يخفوه كل اللي عرفهم منهم اللي تعالجوا وتجوزوا وخلفوا مش قايلين حتى لزوجتهم معادة واحد اسمه علي اتعرفت عليه من قريب هنا ساكن في مدينة مانشستر مشي في نفس الطريق اللي مشي فيه صديقي الخليجي ده وليه صديق اخر شامي ايضا وحضر نفس الدورة اللي هي السير نحو الرجولة وقعد بعدها خمس سنين في مجموعة دعم بتلتقي اسبوعيا على الانترنت مع ريتشارد وايلر لكنه بيقول ان بعد السنة وحدة بس بدأت تظهر عليه مشاعر الانجذاب للجنس الاخر الحمد لله اخي اشعور لن يشعر به ابدا في حياته وبحث عن زوجة وقرر انه لن يتزوج الا ممن تعرف هذه المسألة وتقدرها وان كان عند يعني اخبر بالفعل زوجة وربنا رزقه باخت فاضلة وهم متجوزين بقلهم اكتر من سنة دلوقتي علي النهاردة بعد ما درس الثرابي بتاعت الموضوع ده عمل النهاردة مجموعة دعم وبيساعد الناس اللي عاوزة تتخلص من هذه الميول نظير مبلغ زهيد جدا والموقع بتاعه اسمه strongsupport.co.uk مش .com وهحط ان شاء الله الرابط بتاعه ايضا تحت الفيديو علي على فكرة مش من المذهب السني لكنه اكد لي انه لا يحاول التأثير والدعوة لمذهبه اطلاق مجرد انا بس حبيت اقول ايه يعني ده عشان اخلص ضميري مجرد مساعدة الناس هي اللي تهمه الناس اللي محتاجة مساعدة في هذا المجال في الحلقة اللي كانت من سنتين انا طلعت الكتاب ده ومسكته في ايدي وقلت انه ساعد ناس كتير جدا في فهم الحالة كتاب coming out straight لدكتور ريتشارد كوين الكتاب ده اتمنع على امازون وعلى معظم المنصات بتاعت بيع الكتب انتو فهمين يعني ايه كتاب يتمنع في الغرب دي حاجة ما بتحصلش ده 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 كتاب ماين كامف بتاع هتلر بتقدر تشتريه دي مسألة تخص حرية التعبير المقدسة في الغرب الكتاب ده اللي ما تكتب اسمه على امازون يطلع لك الكتب اللي بتروض للعكس وهو ما بيتبعش ليه ده يورينا قد ايه الجاي لوبي اصبح قوي جدا قوي جدا اقوى من اللوبي اليهودي اقوى لوبي النهاردة هو الجاي لوبي يوم 19 ديسمبر سنة 2019 حكمت محكمة امريكية بالسجن 15 سنة على امريكي مسيحي اسمه ادولفو مارتينيز لانه حرق عالم الشواز الخبر اهو من البي بي سي ادي صورة موقع البي بي سي و ادي الخبر 15 سنة ده الناس كل يوم بتحرق اعلام اسرائيل واعلام ايران واعلام فلسطين واعلام امريكا واعلام الصين ده بيعتبر حرية التعبير ولو حرق الاعلام مجرم في بعض الدول اه يعني عقوبته بتبقى خفيفة لكن 15 سنة ما شاء الله على القوة اللي وصلوا لها ريتشارد وايلر بتاع دورة اليومين اللي في وسط الويك اند اللي اسمها الطريق الى الرجولة رجعوه من مطار هيثرو و اتمنع من دخول بريطانيا و الدورة بتاعته معرفش يعملها الا في بولندا احب اقول لكم ان العلاج اتمنع والعيادات اتاثلت و ترخيص مزاولة المهنة اتسحبت و بيوت الناس اللي بتشتغل في العلاج ده اتخربت في معظم الدول الغربية الجيلوبي النهاردة اصبح اقوى لوبي في العالم اقوى من لوبي الصيوني النهاردة فرضوا على المدارس في بعض الدول و حتى على الحضانات انهم يدخلوا التفقيف الجنسي للاطفال الصغار مش مشكلة عملوا ايه بقى ممكن يدخل راجل بدأن لابس فستان فوق الركبة و حاطت مكياج و يقول للصغار اللي عندهم اربع سنين انت مش بالضرورة ولد على فكرة و انت مش بالضرورة بنت هتكبروا و تختاروا جنسكم زي ما انتوا عايزين الاقليات المسلمة فقط تقريبا هم اللي واقفين في وجه هذه الموجة لكنهم ضعاف جدا المسألة بتفرض بالقانون عاوز اقول لكم انه هذا ممكن فعلا يزود نسبة الشواز لان في الوقت اللي الصغار بتستكشف في نفسها بيلخبطوهم بالطريقة دي الحلقة دي بمثابة صفارة انظار لان كل حاجة بتزحف علينا في الدول الاسلامية و انا راصد مخطط لنشر هذا الامر في الدول الاسلامية وهناك الدول بتقوم بانها دلوقتي اصبحت رأس الحربة الامر ده بيزحف علينا بس مش بسرعة الزحلفة اسرع شوية اصحوا لان اللي ممكن تعملوه دلوقتي مش هتقدروا تعملوه كمان سنة او سنتين والسلام عليكم و اذا كنتم تتفرجوا على الحلقة دي على اليوتيوب بتنسوش انكم تدوسوا زر الاعجاب لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا التنبيهات عشان يجيركم الفيديوهات الجديدة بتاعتنا وتبعتوا الفيديو ده لجميع اصدقائكم وتنشروه على وسائل التواصل اللا اجتماعي كالفيسبوك والتويتر والانستجرام عشان ننشروا الوحي بتاع الناس تعودكم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة